درسنا اليوم عن العامل المشترك الأكبر GCF أو القاسم المشترك الأكبر GCD وهو أكبر عدد موجود ضمن عوامل العددين والقاسم والعامل هنا يحملان نفس المعنى ما هو العامل المشترك الأكبر أو القاسم المشترك الأكبر للعددين 12 و8؟ جدوا عوامل العددين أولاً عوامل العدد 12 هي 1 و2 و3 و4 و6 و12 12 يقبل القسمة على جميع هذه الأعداد دون باق جدوا عوامل العدد 8 1 و2 و4 و8 العدد 8 يقبل القسمة عليها جميعاً دون باق أمامكم الآن عوامل العددين ما هي العوامل المشتركة بينهما؟ 1 عامل مشترك بينهما؟ ولكن العدد 1 عامل مشترك لجميع الأعداد الصحيحة إذن العوامل المشتركة بينهما هي 1 و2 و4 تريدون إيجاد العامل المشترك الأكبر؟ العوامل المشتركة هي 1 و2 و4 العامل المشتركة بينهما هو 4 جدوا عوامل العدد 25 1 ثم 25 لا يقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا 4 لكنه يقبل القسمة على 5 5 ضرب 5 يساوي 25 و25 يقبل القسمة على 25 هناك ثلاثة عوامل فقط للعدد 25 يوجد أعداد لها عدد فردي من العوامل وأعداد أخرى لها عدد زوجي من العوامل ما هي عوامل العدد 20؟ 1 و2 و4 و5 و10 و20 العوامل المشتركة بين العددين هي 1 و5 إذن القاسب المشترك الأكبر للعددين 25 و20 هو 5 لنأخذ مثالاً آخر ما هو العامل المشترك الأكبر للعددين 5 و12؟ ما هي عوامل العدد 5؟ هذا سهل 1 و5 لأن الخمسة عدد أولي أي أن عوامله هي واحد والعدد نفسه عوامل العدد 12 هي 1 و2 و3 و4 و6 و12 العامل المشترك الوحيد بينهما هو 1 إذن العامل المشترك الأكبر للعددين 5 و12 هو 1 عندما يكون العامل المشترك الأكبر بين عددين هو 1 يطلق عليهما عددان أوليان فيما بينهما لنأخذ مسألة أخرى ما هو القاسب المشترك الأكبر للعددين 6 و12؟ عوامل العدد 6 هي 1 و2 و3 و6 عوامل العدد 12 هي 1 و2 و3 و4 و6 و12 1 و2 و3 و6 جميعها عوامل المشتركة للعددين 6 و12 ما هو العدد الأكبر بينها؟ إنه العدد 6 و12 هو 6 إذن القاسم المشترك الأكبر أو العامل المشترك الأكبر للعددين 6 و12 1 و12 هو 6 وبهذا ينتهي الدرس OFF عدد ترجمة نانسي أكبر أكبر ترجمة نانسي أغانشح يسَغم见 خليفرة عدد هؤلاء قد يمكن cub Joyce